اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خيري خلق الله سلام البناء شاء الله تكونوا كامل بسعدتوا العودوا أحمدوا بالأخبار الجميلة والمفرحة والإنجازات والمشاريع والحويج في مدينتي يعني كل ما يكون إنجاز ولا مشروع لاحجة جديدة نفرح بزيب زيب زيب تتذكروا باتي سري التاج اللي كنت تقريبا من حوالي عام درت لكم الافتتاح بتاعو اللي تول أميره في البلد وتخلني عليه بالربح وكانت الواليدات سعوه وكان فيديو رائع يعني الافتتاح تاع الفرع الأول تاحهم اللي في الأمير رح نخليكم في صندوق الوصف اللي ما تفرجوش الفيديو قبل عام يحاولوا يتفرجوه اليوم يعرفوا الفرع الأول الآن الحمد لله يعني بعد عام من النجاح والشهرة والكيفش يقولوا ثبتوا رجليهم مليح في المجال الناس تعرفهم ناس حكم عليها ملفائهم وطرتوليت وحويجهم الناس كامل تشهد يعني بأكلتهم ووصفيتهم وحويجهم ومضافتهم وبنتهم وأسعارهم أكيد الحمد لله دي قدروا يفتحوا الفرع الثاني الفرع الثاني اسموا نفس اسم حلويات التاج ولا باتيسري التاج الفرع هذا رحوا في التسهوم جديدة تويل العدل باتيسري التاج أون فاصل سبيطار العلم الجديد بالضبط لماذا لما مفتحوش يعني رحوا في عمارات شبخت هذه الواجهة تعو كما خالقهم في الدخلات العلمة فلو توروت ولا في العدل وين العدل نباطمة العدل اون فاسل سبيطار سي العلمة جديد بالضبط راهو في عمارات شوبغ شوفوا هنا بلاسة هاي لعني باطيمات جدود الدنيا هاي لأنا سكنت فترة هنا من أروع أيام حياتي عشتها هنا في المنطقة هذي يعني تعال عدد أروع أيام حياتي كانت هنا مليحة بزيف سكن هنا المهمة راهو اون فاسل سبيطار جديد بالضبط هذه هي إن شاء الله من نجاح النجاح وقبل الفرع الثالث والرابع والخامس أكيد عندهم فرع في عنابة عندهم فرع في سكيك ده هو أصلا معرف بسكيك ده يقولوا بيتزة سكيك ده ولا ترتولية سكيك ده ولا ميل في سكيك ده سما صاحب المحل مشهور بالكلمة هذي أول ما دخلت الفت انتباهي الرسومات في الدكورت الباتيسير شوفوا والله العظيم غير عرفتها تفرشت دنك دنك ثم بعد مباشرة قلتهم قلتهم هذي الرسومات مهيش تا عظيمي لأنه لا تتذكروا هذي الشاب عظيمي اللي كان جبتوا رسام لي شامبرت غرفة ابني يعني دي كاس كبيرة لهذي الشاب حبيت نوجه له تحية بعد عام من لي ديكورة لي شامبرت ابني رحوا كيطاشيها بشي كولا ولا بلحلوة كي نغسل ونحقه وبلاجاكس وندير الإزيز والرسومات سيعو ما تروحش ترمو يعني خدمتهم مليحة مشعلة برافو عظيمي نسيت اسمه مانيش منذكرة مليح اسمه المهم رحوا زينا مدينة العلمة ونمشي ونلقوا رسومته في كل بلاصة رسومته ما شاء الله فنان مبدع يعني عظيمي ان شاء الله يروح بعيد 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 كل التوفيق لهذاك الشاب ذكرنا رجعوا الحلويات والباتيسري والمعسلات يا حبيبي شوفوا الباتيسري عندهم نفس السيستم تل باتيسلت والأمير فقط الباتيسري الفرع الأول ما يفتحش بالجمعة هذا الفرع الثاني يفتح بالجمعة بعد الثلاث تلقاهه فتح يخدمه من السبت الخميس يوم كامل من ساعة عسباح كما نقول العشرات يعني بالجمعة فتحين بعد الثلاث الفرع هذا الثاني الأسعار تلقاه هم معروفة في متناول جميعه وحتى تكون حاجة زادة بسبب غالي كما نقول السلاح حوالي يجلقات وراء نعلا بنا بني ميتمسوش كوكيه وجوز لوس حوالي يجيد وراء هم أسعارها أول حاجة نبدأ لكم بها لتارت شوفوا لتارت عندهم من ستين نفس صغير ونذيك تلمرة دخلتها بستين نفس ستين سبعين ثمانين تسعين مية عشر مية عشر مية عشر مية عشر مية عشر مية عشر على حساب أكيد الحشو وكاينة اللي يجي محشية مكسرات وفاكية عليها السعر هاي يكون مية وخمسية مية وثمانين وكاينة عشر ثمانين كل قدر وقدر واللي عندها مناسبة تخدم سير قمان تروح اليوم نشتاق بالنهار تقولوا لي وحدة خطوبة يوجدوها لكم عادي على حساب ميزانية تاعكم ميتين ثلثمية بالنسبة الكروسان السامبل بألفين كم الناس كل اللي فيه شوكولات وهالو اللي منفوك كامل رهام بثالث المقرة تنظن سبعين للكيلو ولا تسعين للكيلو والنقاش سبعين للكيلو والمويم سبعين تسعين السابلي كين ستين كين خمسة وستين عندهم الحلوية الجفة بأنواحها الغربية بالكيلو يخدموا كل يوم جديد كل يوم يطلحوا كما قلوا جديد تقاش قاطوا صابح ولا قديم نضافها وميم يعني الديخ كيم هذا السابلي هو مكتوب ستين تاع المعجون أسعار مليحة قاطوا تاع ديمة تاع الدوم هذا تاعهم بنين بزيف 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 تاع المعكن البيتزا عندهم أكيد بالطرف ولا بالقرصة كيم هذا النبو نضافها باندة الغربية أمو كال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ حاولت نسقسي لكم بعض الأسعار لكي نعطيكم فكرة من شاء الله نكون شاهدكم في الجنة شاهدونا ندير في الأوديو في الليل أني سخفت أني نتفرج واني مقيلة جيعان وماني شفيقة عندهم أيضا شوكولة بمكسارات بالأذوق كامل سواء بالحبة سواء بالكيلو نرمون بسالف الحبة وكيتشيريو بالكيلو ونرمون بمئتين ولا المهم يبيعون لكم كما تحبوا بالحبة برطل بالكيلو كما تحب هنا الباتيسري عندهم المليح يعني عندهم منع 10,000 للأسعار راهي لغالب قال لكم صاحب المحل راهي مرتبطة بالسلعة راهي نار يعني أسعار السلعة راهي ما تتمسش المهم حلوية هذه البريستيج والباتيسري أنا عجبتني شارلوت تهبل هكذا القطعة شارلوت قطعة كبيرة ما شاء الله بعشاليف كبيرة وتحبوا تقومون ديو تارتا ولا تشيريو تارتا مع بعضها حسبو قدين طرف طرف سماء بثمانين ألف كامل بالأذوق كامل بالشوكو بالفاني بالفرز فيها لغو كامل بريتا حاجبني بزيف وما يعني الشهرة اللي كتسبوها خلال العام أنا يعني واشتنسمع انهم يقولوا مشهور بتارتا ولا تتعسكي والميلفاي الميلفاي تاحهم ضوقوا خيال بأذوقوا كامل يعني ندعوكم انكم ضوقوا ميلفايهم ما شرحين ترطيوها أبدا نروعوا على ميلفاي تاحهم ما بتارتا ولا تاحهم بنينا فوق الوصف هذا بالنسبة الناس اللي تحب تشيري هكذا الميرنج ثاني كامل بألفين وخمسمية كامل بثالاف حبة كبيرة كامل بمناسبة اللي يحب يخدم سير كماند ولا عنده عرص عنده خطوبة عنده حفلة عنده حاجة يقدروا يخدموا له ميني بيزة يخدموا له ميني تارتولية على حساب ميزانيته يخدموا له ميرنج صغير كما تحبوا حفلات كما نقولوا لي تارتع كل المناسبات رهما توفرين نقول لكم كرواسون صاي السامبل بألفين وهذا اللي مفوق كامل اللي فيهم شوكولات وهذا مرما موثة ثالاف كامل على بعضهم يعني حبة كبيرة حجم ضخم يعني مشي كبيرة بركة قلب اللوز عندهم محشي فقط خمسة الاف كيم بزاف انواع الحلوكية يعني هذو اللي شفيت على اسعار المهم نقول لهم بالبركة بالتوفيق ان شاء الله ثانية الفرع هذا يكون ناجح جدا جدا ويكون بنفس نفس مستوى الفرع الأول وأحسن يعني صاحب المحل ولا صاحب هذا الفرع في زجرة يقولكم تفضلوا وجربوا وعطيونا آراءكم نصائحكم انتقاداتكم نتقبلوا كل شي بصدر رحب يعني أي حاجة الميلفاي تحام شاهدتي فيه مجروحة الميلفاي أنا نضمن الميلفاي لأنه كما نقولوا حكم علينا لما نجيبو عليهم الميلفاي هم خطير يعني صراحة يعني بزاف اللي يخدموا ميلفاي هنح مش غرهوما باش مش نقولوا نحيلوا معا كان يعني اللي يخدموا ميلفاي كان ثاني اللي عندهم قاطوا مليح بس احنا اليوم رأنا عند هذو كل مرة كنكونوا عند وحدنا هذروع لخدمته مش احنا نقولوا هذا وبس الباقي مش مليح لا لا حاشة لله كامل مليح كامل مليح كامل احنا فقط نهذروع اللي رأنا نشوفه ولي جربناه شوفوا الديكور ما شاء الله انا شخصيا اعجبني الفرع الثاني اخر من الاول انتم ما ارعكم سوف اخذلكم الفرع الاول في صندوق الوصف الذي لم تفرج الفيديو قبل العام اتفرجوا وخذوهم ارعكم اني نحاول نتذكر في اسم اللي باشتاعه عظيمة وش اسمه لا غنسيته المهم شوفوا اللي بيرك فنان مبدع يعني نهار قتلوا سرير بني بوكلان تقدر تخرج لي بوكلان نص نهار خرج لي شغر بوكلان خرج لي بطيمات منا شوكان يعني فنان شوفوا اكيد رقم الهاتف وصفحتهم باتي سيري تيج بالعربية والفرنسي في فيسبوك رقم الهاتف تحتهم تجاهوا في الصفحة راح نخليه لكم في صندوق الوصف اي واحدة عندها قمود عندها عرس عندها مناسبة تقدروا تقمود عليها بالسعر اللي ناسبكم مثلا تارت وليت عشر الليف تقولوا لو ديرنا ميني تارت وليت خمساليف ربع الليف ستاليف ميني بيتزا صغيرونا للمنسبة الاعرس يحكموا لي كومون اللي تارت وليت تتذكروا تعرزان كان شرها زوجي من عندهم هذي 250 الكبيرة عندهم 200 عندهم 300 اسعارهم ريزونابل اكيد على قدير يعني على قدير مقدور كل قدير وقدره كما نقولوا تحبي تكومون دي تارت بمئتين تقدر تكومون ديها بمليون ثاني مرحبا كما نقولوا حاجة اللي حافهم انه انضافة بزيف مام كوزينتهم داخل الماتيريال تحهم الدنيا تشعل ثم هذي حاجة الاقل تفرح تتحسي بالله وديديكاس كبيرة للشيف اللي يخدم كل هذا الابداع اللي هو الشيف حسيم اللي راهو ستاي فيه وقالوا اللي في عمره 29 سنة وفنان مبدع هذا الشيء كامل خدمته وتارتوليت هذو دوقتهم هذو خرافي بنتهم اعلى مستوى هذا ما نقولكم كاين بزيف بزيف الموديل نتمنى يعني انكم تطابوني وعند فلاباش تدعموهم اللي حابة يعني تكموندي ولي حابة تضوك خدمتهم لذلك تتفضل لهم يفرعين في زوج قريبا جدا راحين يبدأوا التوصيل البابدار مع شركة مختصة في التوصيل تعود تكموندي تارت ولا بقرات ولا حاجة هكذا تقولوا لو جيبلي يوصلك حتى البابدار اللي تارت هذو ثاني سنة بانواحهم متوفري للمهتمات طبعا هذو اللي تارت اعياد الميلاد تع كل المناسبات يخدمونكم كما تحبوا ارقام الهواتف وصفحتهم في فيسبوك راح نخليلكم في صندوق الوصف سلام